السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم دكتور علاء عطية من قناة العلوم الصيدلانية اهلا وسهلا بكم حلقة النهاردة هتبقى حلقة جديدة شوية احنا هنتكلم فيها عن العاب الفيديو جيم او ديجيتل ميديسينز دي اه العاب جديدة هم دلوقتي بيعتمدوها في منظمات الغذاء والدواء العالمية عشان تعالج بعض الامراض وهم بيطمحوا ان الالعاب ديت تعالج بدون الحاجة للأقراص او الكابسولات ايه هي الامراض اللي بيعالجها اه العاب الفيديو جيمز دي دي اللي هنتعرف عليها ان شاء الله زي ما احنا شايفين كده في فيديو اهوت البينيفتس اوف جيمينج دي شركة اسمها اكي لاي اه الشركة دي بانتاجة فيديو جيمز وهي الفيديو جيمز دي بتعمل لها بريسكريبشن او وصفات ممكن نشوف كورنر في الصيدليات لفيديو جيمز لعلاج بعض الامراض ايه هي الامراض دي ده اللي احنا هنتعرف عليه ان شاء الله زي ما احنا شايفين ادي كده الالعاب هيدها كده منظرها اوكي اه الشركة اسمها اكي لاي انتر اكتف خلاص كده دي is a prescription digital medicine company وصفات دوائية لأدوية ديجيتل او ادوية رقمية اوكي كمباينج سينتيفك بقى فيها التكنولوجي والسينتيفك بيزيز اماجين وات ميديسين كان بي ادي كده الدنيا هي ده كده ادي ده كده العلاج بتاع المرضى اوكي ايه هي البرودكتز بتاع الشركة دي اهي science and technology البروجرامز انت بروديكتز هي بقى مقدمنا ايه شركة اكي لاي انتر اكتف بروغرامز انت بروديكتز عندها بقى العاب لعلاج المرض ال ADHD disorder اللي هو مرض قصور فرط الانتباه وفرط الحركة ده يعتبر اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط عند الاطفال وده بيصيب اولاد كتير قوي عندها علاج للتوحد عندها عندها العاب لعلاج ال depressive mood اللي هو الناس المكتائبة او الاولاد المكتائبين وعندها علاج للمالتيبول سكيليروزيس المالتيبول سكيليروزيس اللي هو التهاب المخ او التهاب الدماغ ادي سيرابيوتيك اكتف ديجتال ميدسين the science and technology behind اكي لاي دي كده سيرابيوتيك اكتف دي برامج ديجتال علاجية للاولاد بدل من الحبوب والكابسولات ادي كده منظر اللعبة الجميل جدا اوكي والسكورز بتاعتها والحاجة اتراكتف جدا حاجة مشوكة جدا الاولاد اللي بيعانوا من الامرات ديت تلاتاشر تسعة الفين وتمنتاشر عاملين ديل مع يونيفرسي اوف كاليفورنيا عشان ياخدوا الرايتس تو سيرابيوتيك فيديو جيمز عشان تبقى تعتمد كلعبة علاجية زي ما احنا كده شايفين الدنيا بتتغير العلاج ما بقاش كابسولز او امبولز فيه علاجات تكنولوجية نتيجة ان التكنولوجي بقت كبيرة قوي واستخدامها بقى بصورة كبيرة قوي طبعا هي لها سايد افكت بتطلع امراض معانا للاولاد او الناس اللي بتستخدمها بصورة كبيرة فبرضو فيه علاجات للامراض ديت ديجيتل برضو مش محتاجة ان هي تكون كابسولز او تابلت وانا حسب لكم الرابط بتاع الموقع دوت في رابط الوصف واتمنى انت تكونوا قضة وقت مفيد وسعيد وصلي على الحبيب القلبي طيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته